أعلنت مهمة إسبيتس قطر السفينة اليونانية سونيون في البحر الأحمر بنجاح إلى منطقة آمنة دون أي تسرب نفطي وفي بيان لها قالت المهمة أن عملية الإنقاذ متواصلة مع الاستمرار في مراقبة الوضع وضفها البيان أن إتمام هذه المرحلة من عملية الإنقاذ هو نتيجة لنهج شامل وتعاون وثيق بين جميع الأطراف المعنية الملتزمة بمنع كارثة بيئية قد تؤثر على المنطقة بأسرها